عدد جديد من البلاد اليوم مشاهدين الكرام مينما كنتم أسعد الله مساعدكم بكل خير سبعون بالمئة من المؤسسات التي استفادت من جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية تعاني من صعوبات فيما تسعى الوكالة نفسها للمساهمة في الانعاش الاقتصادي بمقاربة اقتصادية جديدة وليست اجتماعية كما كان عليه الحال سابقا وفي تصريح للوزير المنتدى بالمكلف بالمؤسسات المصغرة نسي مظيفات ولأنه بإمكان المؤسسات التي احتفظت بعتادها لاستفادة من قرض استغلال بمبلغ مليون دينار دون فوائد لبعث نشاطاتها فما هي الآليات التي يجب اتباعها لاستفادة من هذا القرض وكيف يمكن أن تساهم مثل هذه الخطوات في دعم الاقتصاد الوطني وتشجع الشباب أيضا نحو المقاولاتية لمناقشة هذا الموضوع مشاهدين الكرام أسعد بأن يكون معي هنا في الستوديو رئيس مصلحة تنفيذ البرامج بالوكان الوطني لدعم وتنمية المقاولاتية سيد عتمان يحيى سيد الكريم مرحبا بك وشكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة مرحبا في بلاتو قناة البلاد شكرا جزيلا سيد عتمان يحيى ننطلق من هذه المقاربة الجديدة التي تتبنىها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية من أجل النهوض وإنعاش الاقتصاد الوطني ما الجديد لديكم في الوكالة وما هي تدابير المتخذة أيضا شكرا سيدي أولا الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أنها بعد قيام بتقييم لحصيلة 24 سنة من الوجود قمنا بتقييم شامل للوكالة خلصا على أنه نقوم بتجديد نفس وإعطاء روح جديدة للوكالة أنا بعد 24 سنة من الوجود والذي نتج عنه تمويل أكثر من 370 تقريبا 370 ألف مؤسسة مساغرة منذ الإنشاء أنه ربما نعطي طريق صحيح للمؤسسة المساغرة من أجل دعم وتنمية وإعطاها دافع وتكون دافع في التنمية الإقصادية الشاملة للبلاد على هذا الأساس أننا بعد التفكير وبعد إعطاء البنود العريضة للإستراتيجية تمت هناك عدة تدابير أولا تموس الجهاز وثانيا تموس الشروط التي كنا نسترطها في الشباب المقاول من أجل إنشاء المؤسسة المساغرة أننا سهلنا وألغينا بعض الشروط التي كانت تعيق بعض الشباب الذين لديهم مؤهلات ومهارات كما أعطينا نفس جديد أو فرصة أخرى لمؤسسات موشأة من أجل أنها توسع نشاطها في إطار جهاز الوكالات أيضا ما هي التحفيزات التي تقدم لشباب وخريجي الجامعات سيدة مان يحيى من أجل أن ينضموا الوكال الوطني لدعم وتنمية المقاولتية ويحققوا ويجسدوا مشاريعهم على أرض الواقع شكرا هناك شريحة كبرى من خريجي الجامعات والمعاهد الوطنية شباب أصحاب أفكار وأصحاب مهارات كانت رغبة في أننا نستقطب هذا العدد والكمل هائل من خريجي الجامعات سنويا ولهذا تم توسيع شريحة شباب إلى هؤلاء من ضمنها الشباب خريجي الجامعات أننا بإمكانهم أن نتيح لهم فرصة من أجل تجسيد الأفكار عن طريق الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية وذلك بالتعاون مع الجامعة في إطار تكوين في المقاولتية أو تكوين داخل الوكالات الولائية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية المؤسسات التي تعثرت واحتفظت بعتادها السيد أتمان يحيا ما محلها من هذه الاستراتيجية الجديدة؟ المؤسسات التي المتعثرة والمحتفظة بعتادها والتي تواجه صعوبات في المناخ السائد حاليا من التدابير الجديدة أننا من أهم محاور الأساسية لهذه المقاربة أننا نساعد على خلق مناخ ملائم لدفع المؤسسة المشاءة في إطار الوكالة والذي يعتبر أهم شيء الذي كان يواجهها هو المناخ الأعمال والذي سبب لها عدم الانطلاق وإثبات وجودها ومن ثم كانت هناك صعوبة أولا في تزديد على سبيل المثال قرضها ارتعينا أن المؤسسة التي هي منشاءة والتي تواجه صعوبات بأننا نعطيها فرصة أخرى وهذه حسب الحالات بأننا ندعمها بقرض استغلال إضافي يتراوح حوالي واحد مليون دينار من أجل إعطاءها نفس جديد وإثبات وجودها في السوق الوطنية هل يمكن أن يساهم هذا القرض قرض الاستغلال بواحد مليون دينار في إنعاش هذه المؤسسات المتعثرة وتحقيق ما لم يتم تحقيقه من خلال القرض الأول الذي أخذته هذه المؤسسات طبعا هذا إنشغال إحنا أخذنا كل إنشغالات المؤسسات المتعثرة عندهم كانت هناك من بين الاختراحات من طرف المؤسسة المصغرة أنهم يعطاهم فرصة من أجل تمويل إضافي من أجل الانطلاق في العمل اللي يتمحوا حول الإشاءة المؤسسة المصغرة أن تدبير هذا اللي كان مؤخرا أننا في إطار تحضير يعني تدابير من أجل مع التعاون مع وزارة المالية اللي هي الوزارة الوصية على البنوك العموية من أجل السيغة أو الكيفية الكفيلة بإعطاء القرض ومن ثم إعطاء دفع ونفس جديد للمؤسسة المتعثرة سيدة مان يحيى بصفتكم رئيس مصلحة تنفيذ البرامج في الوكالة الوطنية يدعم تنمية المقاولاتية كيف يتم دراسة انشغالات المؤسسات المصغرة بين قوسين المتعثرة منها مقارنة بالبيئة التي تنشط فيها هذه المؤسسات وأيضا انطلاقا من الاستراتيجية التي تبنتها الوكالة الوطنية ثم الاستراتيجية التي ذكرتها هنيفا أننا قررنا نتقرب مباشرة من المؤسسة المصغرة سواء متعثرة أو عندها انشغالات أخرى أو عندها ربما صعوبات أخرى أننا بدأنا في وضع منصات رقمية نهتمه مباشرة أنه المسير المؤسسة المصغرة أنه يطرح انشغال مباشرة في هذه المنصة الرقمية ويكون هناك معرفة مباشرة للمشكل أننا نتوجه مباشرة للمشكل ونحاول معالجته بكل السبل عن طريق تعاون مع الحيئات التي نتعامل مع الوكالة الوطنية دعم وتنمية المقاولاتية أو إذا كان هناك المشكل منصب وحله في إطار الوكالات الولائية أيضا فيما يتعلق بهذه المشاكل التي يتم دراستها وطرحها على الانشغالات التي يتم طرحها من قبل المؤسسات المصغرة انتقلتم من جانب التعامل غير المباشر مع المؤسسات إلى التعامل مباشر عن طريق النصات الرقمية هل يمكن أن أفهم من كلامك سيد عتمان يحيى أنكم باشرتم أو قطعتم أشواطا فيما يخص برقم نت المؤسسة والوكالة الوطنية دعم وتنمية المقاولاتية؟ شكرا هو مشوار قصير بدأنا حوالي عدنا 14 أو 15 شهر بدأنا بالعمل على رقم نت ووضع منصات من أجل التقرب من المؤسسة المصغرة والتي أتحنا أننا تعرفنا مباشرة على أهم الانشغالات أو أهم أسباب تعطر المؤسسة المصغرة والتي كانت من أهمها أنها المشكلة التي كانت يعيق المؤسسة عدم القدرة على تزديد القرض عدم وجود مخططات أعمال أو فرص للمناقصات المطروحة من طرف المؤسسات العموية أو ما يسمى بالطلب العمومي هذا الشيء الذي خلنا نتجي إلى استراتيجية شراكة قطاعية مع مختلف القطاعات أو الوزارات ومن ثم تم عقد عدة اتفاقيات مع عدة قطاعات وزارية مع سيد الوزير المتدب لدى الوزير الأول المكلب بالمؤسسة المصغرة حيث كانت هناك عدة اتفاقيات عقدت من أجل لفائدة المؤسسة المصغرة المتعطرة إن صح التعبير سيد عطمان يحيى هل يمكن القول أن هذه الاتفاقيات أو التوجه نحو الرقمنا هو من انتشل إن صح التعبير هذه المؤسسات المتعطرة من التعثر والتأخر وعدم النجاح الذي كانت فيه سابقا أم أن هناك ظروف وعامل أخرى الظروف الكلاسيكية القادمة أصبحت في خبر نتحتم علينا أننا نواكب العزر أننا لابد أن تكون هناك رقمنا داخلية ورقمنا من أجل التواصل مع المؤسسات المصغرة هذا الشيء ليعطانا الوقوف بجد على المشاكل وتقرمنا وإعطاء مصداقية للمؤسسة المصغرة أن الشيء غلتها يكون في وقت محين وآني بالنسبة للمديرية العامة الوكالبطال يدعم تنمية مقاولتها ومن ثم أننا نراقب ونحقق في هل تم التكافل بالمشاكل على المستوى المحلي وهذا اللي يعني جل القطاعات اللي تعمل عليه الآن لكل القطاعات اللي ينتعامل معها أننا لابد التوجه إلى الرقمنا من أجل تسهيل وربح الوقت ومن ثم إعطاء حلول لأن الوقت كما تكلمت لك أنا 24 سنة اللي خلات المؤسسة دائمة تتخبط في مشاكلها وعدم إعطاء الحلول هذا الشيء اللي خلنا نوقف في أقصر وقت في أقرب يعني وقت وضعنا ميكانيزمات وبعض الحلول يعني إذا تفضلت ربما نعطيك في هذه النقطة بالذات أستاذ أعتمانيح يا رئيس مصلحة تنفيذ البرامج بالوكال الوطنية يدعم تنمية مقاولتية سنواصل النقاش في هذه النقطة ولكن بعد فاصلين شهريا قاسين مشاهدين الكرام لا تذهب بعيدا أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام إلى هذا الجزء الثاني من برنامجكم البلاد اليوم في الجزء الأول كنا نتحدث عن المشاكل والعرقين التي تواجه المؤسسات المصغرة وعن الحلول وتدابير المتخذة من قبل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية وجدد الترحيب الضيفي هنا في الستوديو سيد عتمانيح يا رئيس مصلحة تنفيذ البرامج بالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية مرحبا بكم من جديد سيد الكريم شكرا سيدي فيما قبل الفاصل كنا نتحدث عن نقطة رقمنة قطاع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية وهي النقطة التي كانت ربما نقطة التحول فيما بين العهد السابق والعهد الجديد لدى الوكالة والتي من خلالها تم التطرق لانشغالات ومشاكل المؤسسات المصغرة سيد الكريم هل الاتفاقيات المبرمة مع مختلف القطاعات والتوجه إلى الرقمنة والدعم المقدم لهذه المؤسسات المصغرة سيجعل من هذه المؤسسات ومن الوكالة أيضا أنها تطوي صفحة وتفتح صفحة جديدة بأرقام وبإنجازات وبنتائج ملموسة نعم شكرا يعني الخطوة اللي خضيناها أننا كانت شاركة مع مختلف القطاعات نذكر على سبب المثال أننا وقعنا عدة اتفاقيات أولا مع قطاع وزارة الموارد المائية مع وزارة البريد والمواصلة السلكية والسلكية مع وزارة السكن مع قطاع السياحة كذلك مع وزارة الطاقة ووزارة المناجم حتى مع وزارة يعني هناك برتوكول تفاهم مع وزارة العدل كل هذا يهدف إلى أننا نتكفل بمجمل انشغالة المؤسسات المصغرة حيث تم في إطار هذه الاتفاقيات أننا نعطي مخططات أعمال للمؤسسات المتعثرة والمشاءة في إطار الوكالة من أجل إثبات قدراتها وإعطاها فرصة وهذا كان أهم طلب للمؤسسات المصغرة عبر المنصات الرقمية الموضوعة لهذا المجال حيث تعطى من الآن فصاعدا أن كل المناقصات أو طلبية العمومية تعطي الأولوية للمؤسسات المصغرة وهذا إيمانا من طرف الحكومة والوزير الوزارة المتدبة بأن إعطاء ديناميكية للمؤسسات المصغرة من أجل دفع التنمية الاقتصادية الشاملة لأننا إذا نظرنا في سابق بعد تقييم أو الخلاصة أنه وجدنا أن بالنسبة لأثر المؤسسة المصغرة في الاقتصاد الوطني أنه بالنسبة للاقتصاد الكلي كان هناك نقص في أثر المؤسسة المصغرة في الاقتصاد الكلي وهذا ربما ما ينطبق سيد عتماني أحياء على 70% من المؤسسات التي تعاني من صعوبات والتابعة الوكالة الوطنية الدعمة المقاورتية يعني 70% من المؤسسات تعاني وهذا نتيجة نتيجة ما ذكرته أنه نتيجة يعني غياب إعطاء فرصة أو مخططة أعمال المؤسسة المصغرة في السوق الوطنية في مختلف القطاعات هو الدافع الكبير لفشل المؤسسة المصغرة أن المؤسسة المصغرة لما تنشئ أن تبحث عن فرصة عن وجودها لكن اسمح لي فقط على المقاطعة لكن هناك مؤسسات مصغرة فرضت وجودها وحققت نجاحات كبيرة في رأيك كيف يمكن نقارن بين من فشل ومن نجاح وفي نفس الظروف إن صح التعبير هناك يعني ربما في الظروف في زمان وفي ظرف ما أننا إذا تكلمنا عن المؤسسة المتعثرة يعني هناك نتيجة يعني أثر إيجابي لبعض المجموعة أو أكثر من 20% من المؤسسات أنها أثبتت وجودها في مختلف القطاعات أن حتى أصبحت مؤسسات مصدرة لمتوجتها خارج الوطن يعني عندنا نماذج معتبرة اللي وصلت وأثبتت يعني مكانتها في السوق وأصبحت تصدر متوجتها نحن إذا في الوكال الوطني يعني جل اهتمامنا أنا منكبين على المؤسسة المتعثرة أصبح ما حقق إيجابيا قد حقق ونطمح إلى تطويره حيث تم في هذا الإطار أننا نريد رقم إضافي للمؤسسة الناجحة من أجل إعطاها فرصة حتى تصدير متوجتها خارج الوطن وفي هذا هناك عمل يعني يعني هناك عمل في إطار هذا الجسر يعني من أجل إعطاها فرصة يعني مؤسسة أثبتت يعني ما كانت يفسق الوطنية عن طريق المنتوجات والخدامات المقدمة أنا نعطيها فرص وتسهيلات هناك عمل تشاوري تشاركي يعني قائم إلى حد الساعة من أجل نوضع ميكارزمات وأليات وإعطاء هلول يعني من ضمن الإنشغالات كانت هناك مؤسسات تطرح إنشغالات مهتمة أنا بتصدير متوجتها خارج الوطن هناك عمل جاري يعني على مستوى هذا الميدان وماذا عن المؤسسات التي تعثرت ولم تحتفظ بالعتاد؟ المؤسسات هناك هناك ربما مع المؤسسات أننا أولا المؤسسة المتعثرة ربما أننا خذينا إجراءات يعني دخلت يعني حيث تنفيذ أننا إعادة مراجعة الديون على عاتق المؤسسة المتعثرة أن نعطيها فرصة من أجل جدولة ديونها مع مختلف البنوك كذلك أننا هناك تحويل حقوق يعني أننا يعني من أجل هناك القرض صندوق الوطني لضمان القروض والكفالة للمؤسسة المصغرة أنه هناك تعطيل البنوك حق القرض ومن ثم هناك إجراءات أننا ربما هناك إعطاء فرصة لمؤسسات بعض الحالات المؤسسات كالمؤسسات التي احتفظت بعتادها وأصبح غير صالح هناك فئة من المؤسسات التي استحرض أصحابها إلى كوارث طبيعية أو تحصل يعني أصبحت العتاد وتم حجز عتادها من طرف البنوك أننا نعطي فرصة عن طريق آلية جديدة التي هي في إطار التنفيذ حاليا وفيما يتعلق بجدلية ديون المؤسسات المصغرة سيد عتمان يحيى هناك من يقول تم مسح الديون هناك من يقول تم الإعفاء وهناك من يقول تم تحديد طريقة لتحصيل هذه الديون المؤسسة المصغرة اليوم في ظل هذه الاستراتيجية المتبنات ما محل أصحاب هذه المؤسسات من كل هذا الموضوع؟ أولا هناك يعني ندرس فئة بفئة هناك يعني مؤسسات حالة بحالة مؤسسات يعني تعطرت ويعني العتاد تحقها قائمة عندها يعني ما زال العتاد تمتلك العتاد أنا مؤسسات كما أذكرت لك يعني فالمؤسسات ربما تعرضت إلى كوارث وغير صالحها يعني العتاد أصبح غير صالح هذا ما أخذينا آليات من أجل إعادة جدولتها ونعطيها نفس جديد مع يعني لك أن ندخل لك يعني في تفاصيل أن القرض هذا المجدول سيكون بصيغة أننا نلغي جميع العملات وجميع بما يسمى المترتبة يعني العملات المترتبة عن التأخير وغرم التأخير أنا نمسح كل الغرمات وإعادة الدين الأصلي ثم إعادة جدولتها من جديد على خمس سنوات كأخصى تقدير يعني نعطيها فرصة هذه فرصة ربما لم تكن في السابق نعطيها فرصة أخرى عوض أن تكون محل متابعات أو يعني الغين عليها المتابعات سواء من طرف البنك أو من طرف الوكالة أيضا فيما يتعلق بالاستراتيجية الجديدة لإنعاش المؤسسات المتعثرة سيدة ماني يحيى ما هي الآليات التي يمكن أن تقدم الآن للشباب وأصحاب هذه المؤسسات حتى يتفادوا السيناريوهات السابقة التي فشل فيها السابقون ويحققوا ربما ما تتطلع إليه الوكالة الوطنية وأيضا ما يتطلع إليه لإقتصاد الوطني نعم كما ذكرت لك بأن أهم شيء كانت تطلبه المؤسسة خيرة والمشكلة الوحيدة التي كان يعيق عدم قيامها بما أكلها لهذه المؤسسة وهي أنها تكون قاطرة تنمية لإقتصاد الوطني نعمل حاليا على إعطاء أكبر قدر من مخططة أعمال في مختلف القطاعات نعطيها مخطط أعمال من أجل انتلاقها ومن ثم إثبات وجودها في مناخ الاقتصاد لاستثمار المحلي نعطيك المثال أننا مثلا مع قطاع الموارد المائية أننا توصلنا إلى عقد حوالي 500 مخطط أعمال للمؤسسات التي تنشط في قطاع يعني القطاعات مثلا الصرف الصحي مثلا الترصيص الصحي مثلا المؤسسات أشغال المياه أو مؤسسات التي أشغال البناء نعطيها فرصة مع هذا القطاع كذلك هناك مؤسسات خدماتية نعطيها مخطط أعمال مع وزارة السياحة كذلك هناك مؤسسات بناء وأشغال نعطيها فرصة مخطط أعمال يعني كل هذه العروض المقدمة وكل هذه النقاط ولكن في رأيك لماذا هناك في بعض الأحيان عزوف لدى الشباب هل فيه خوف أو عدم تفاهم ربما للأليات التي تقوم عليها الوكالة الوطنية دعم وتلمية المقاورتية لا بالعكس أولا كان أن أسليب بيروقراطية هي من تعقد ربما من التدابير اللي يمتخذينها حاليا أننا تسهيل الإجراءات الإدارية من أجل تقليص فترة يعني إنشاء المؤسسة المسغرة يعطاء كل التفاصيل بما يترتب عن طريق يعني عن طريق الوسائل الاتصال الاجتماعي عن طريق عن طريق العنوان الإلكتروني للوكالة أننا سهلنا أننا أيضا هناك تسجيل الإلكتروني عن بعد أي مستثمر يريد يعني الاستثمار عن طريق الوكالة الوطنية دعم وتلمية المقاورتية أنه يقوم بالتسجيل عن بعد ومن ثم هناك تجاوب الوكالة وبين المستثمر عن طريق رسائل الإلكترونية من أجل تحديد المواعيد ومن أجل يعني دفع إداع الملف ومن أجل كذلك تحضير تحضيره لكل مراحل التي مراحل قادمة مراحل متتالية حتى يتم إنشاء المؤسسة المصادرة أشكرك جزيلا شكرا رئيس مصلحة تنفيذ البرامج بالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولة يا سيد أتماني يحيى على كل هذه التوضيحات شكرا جزيلا شكرا لك سيدنا والشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على كرم وطيب متابعتكم لنا أستودعكم الله والسلام عليكم شكرا